على مشاهدين الكرام عبر اسكالب من باريس سياسي والعراقي دكتور أحمد أمير المفرجي مرحبا بك سيد أمير هل تعتقد أن إقالة المحافظ أو جمع التوقيعات لحل مجلس نينوى يمكن أن يحول المشكلة أم أنه جزء من محاولات تمرير الكارثة من دون مسألة؟ أسان خير وشكرا على الاستضافة حياك الله من الطبيعي أن ما حدث في العراق فيما يتعلق بفاجاعة الموصل يتحملها النظام السياسي العراقي منذ 2003 لأن ما حصل اليوم في مدينة الموصل والتي تعتبر هي مدينة مصاغرة لما تمثله للعراق بصورة عامة ما حدث اليوم في البرلمان العراقي من تنحية المحافظ وبساعده ليس إلا يعني غض النظر عن الشعب العراقي عن ما يحدث في العراق لأن ما حدث في الموصل لم يحدث بهذه السهولة ولم يأتي بقضية القضاء والقدر كما يعتقدون وأن هناك أسباب هذه الأسباب هي الفساد ووجود الميليشيات التي تتصارع على أموال الدولة خصوصا هناك أموال كبيرة قد دخلت إلى العراق لعادة أعمار مدينة الموصل المنكوبة من ويلات داعش والحرب على النظر في كمال العراق وما جاء من قصف للطائرات الأمريكية إذن ما حدث اليوم هو يعني رشر الرمات في العيون للقول بأن في العراق هناك نظام سياسي يتابع ما يحدث وأن رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان العراقي يمثلون العراقيون وهم دائما يعني يلاحظون ما يحدث في العراق إنها ليست إلا يعني ليست سوى إلا علامة على عدم وجود أي نظام سياسي قادر أن يجعل من العراق يعني مكان يستطيع العراقيون أن يعيشوا بسلام وأمان خصوصا بعد الويلات التي جاءت للعراقيين منذ 2003 مرورا بداعش واليوم بفاجعة عبارات الموصل المنظمة العالمية للحقوق الإنسان طالبت بفتح تحقيق بشأن الفاجعة هل تستجيب الحكومة برأيك لهذه المطالبات؟ ما حديث عن فساد كبير يكتنف هذا الحادث لا شك أن المشكلة في مدينة الموصل هي مشكلة غياب الدولة التي تستطيع أن تسيطر على أمور مواطنيها في هذه الأمكانة ما حدث وما لاحظناه من التداعيات التي جاءت بعد هذه الفاجعة الأليمة التي حلت على العراقيين جميعا هو وجود نوع من الخصام السياسي وعلى ثروات العراق بين أناس وبين أحزاب تريد أن تسيطر على الوضع الاقتصادي في المدينة العراقية وجود ما سمي بعصائر أهل الحق أنا في نظري له دور كبير في ما حدث في البصرة في الموصل لأن وجود هذه المكاتب التجارية التي تمثلها هذه الميليشيات يعني نستطيع أن نقول لها دور لما تمثله من عناصر خارجة عن نطاق الدولة العراقية والدولة العراقية هي نفسها لا تستطيع أن تتحكم بما تريده هذه العصائب وهذه الميليشيات إذن ما حدث في رأيي هناك بعض المشاكل والتداعيات الشخصية والسياسية التي لها الأثر الكبير فيما حدث في مدينة الموصل وما سيحدث في المستقبل في كافة مدينة العراق على ما أعتقد يعني هناك من يرى أن فاجعة الموصل كشفت عن كم الفساد الذي يغرق فيه العراق لكن أين المحاسبة التي تحدثت وتتحدث عنها دائما الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 الشيطبيعي إنما حدث اليوم في مدينة الموصل يثبت بأن هناك نية لبقاء العراق في مربع الفساد ومربع الفوى وفي مربع صراع الأحزاب النافذة في الحكم على ثروات العراق وعلى مناصب العراق الحكومية ما نلاحظه منذ أن أتى السيد عادل عبد البهدي لرئاسة الوزراء وعلى موجود الوزراء سياديين لمناصب مهمة للعراق هناك صراع حنيف على حقائب الدولة ومن يقول على حقائب الدولة على ثروات الدولة أنا في نظري ليس هناك أي قوة وليس هناك أي أثر للحكومة الحالية في القضاء على الفساد لأن الفساد أصبح شيء طبيعي داخل هذا النظام السياسي الذي بني أصلا على الفساد وبني أصلا على وجود محاصصة يتصارع بها السراق والفاسدون وما حدث في الموصل يعني يمثل العراق كاملة ويمثل ما سينتظر العراقي في المستقبل لأن هذه الحكومة لن تستطيع أن تقضي على الفساد لأنها جاءت من خلال أحزاب فاسدة ليس لها أينية في بناء الدولة ولكن في سرقة أموال العراقيين وفي قتلهم وكما حدث أمس في مدينة الموصل إذن ما النتيجة يعني وسط هذا الفساد والمحاصصة التي ذكرتها أستاذ أمير يعني يتصعد الغضب بسبب الأداء الضعيف لهذه الحكومة مع هذه الكارثة والكوارثة التي سبقتها ولا نعلم من أتالي يعني برأيك هل يمكن أن ينفج الوضع سواء في الموصل أو في عموم العراق بسبب ما يحدث؟ على نظر ما قلت قبل قليل أن مدينة الموصل تمثل العراق يعني بصورة مصغرة ما حدث اليوم في مدينة الموصل حدث في مدينة البصرة قبل أشهر ولكن بصورة أخرى يعني العطش والتسمم والمصاعب التي حلت بالعراقيين ما حل في مدينة الموصل حل في مدينة الأنبار ما يحل في مدينة الأنبار هو يعني جزء من ما يحل في العراق بصورة عامة إذن النظام السياسي العراقي أثبت فشله أنا في نظر المسئولية التي يتحملها ما بعد حادثة عبارة البصرة هو النظام العراقي كاملة وليس يعني مباشرة من بنى هذه العبارة ومن يعني قبل في أن يصعد العديد من الناس في هذه العبارة التي كانت عبارة يعني لا نستطيع أن نجدها في بلد ثري وله من الثروات الهائلة في أن يستطيع أن يبني مدينة سياحية بالمستوى المطوب إذن النظام العراقي ليس له يعني ليس باستطاعته أن يبني عراقا خالي من الفساد لأن هذه الدولة بنيت وأريد لها أن تبقى من قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني على هذا النوع للفساد لإدامتها وإطالة عمرها في المستقبل شكرا جزيلا لك عبر اسكاب من باريس سياسي العرابي أمير من فرج